خلينا كده احنا خدنا الأبنية عايز اروح لأستاذة سامية اعتقل انك هتكلميني بمنطقة صراحة سبح التعليم خلاص على المعاش واكيد حريصة ان احنا نحل المشاكل كمديرة مدرسة كان بيتم تفتيش عندك قبل الدراسة بتيجي هيئة الأبنية بيجو يشوفوا المنشآت شكلها ايه لا انا بالنسبة لينا كان بتبعت لينا استمارة استمارة قبل بداية العام الدراسي بنعمل فيها زي ايه اللي هي الأمن والمكانة بتاعة المدرسة انا اسمي ايه عندي ايه الكلام ده كله حالة المبنى حالة الاداءة حالة الحمامات يعني حالة المبنى ككل تمام من ناحية الانشاء بعمل الاستمارة ابعتها استمارة وراكية وبعد كده كنت بحملها على الويب سايد بتاع الوزارة على الاسس ان انا اعمل عشان كمان يبقى اشورة فيه اشورة منها في الوزارة وبعد كده بيجيلي طبعا انا عايزة بيحقق اقولك منها قد ايه لا بيحقق قد ايه لكل مدرسة على عدد بتاعك قد بتبقى في اسمها حاجة اسمها صرفة ومستجيمة مبلغ كده على كل طالب ما عرفش مبلغ قد ايه فطبعا كان المبلغ اللي كان بيتحدد لكل مدرسة ده كان مبلغ ليه عادل سوري يعني ان احنا عادل به حنفيتين في حمام يعني حضرتك كان بيجيلك كام مثلا انت كنت بتبعت تقوله منفصول عايزة لتتبيض عندنا جدار مش عارف ايه الحمامات متكسرة عايزة حنفيات يعني ممكن مثلا مدرسة 2003 الكلام ده 2003 جنيه لا 2003 جنيه اه 2003 جنيه وبعدين ايه وعشان اصرف دول كمان ايه يعني عشان انا اصرف ده كمان او عشان اعمل سيانة للمدرسة محتاج ان انا اروح اجيب تلات عرض اسعار واختار العرض الاقل وبعدين اختار الشركة اللي هتعمل لان عشان اروح اعمل الكلام راحة خلصوا يعني خلصوا احنا قدمنا لهم اكتر من المقترح لسيانة المدارس يعني بالنسبة لين احنا اقول لهم يعني احنا عندنا التعليم الفني اه التعليم الفني في كل التخصصات وعندنا في شبرة عندنا اكتر من المدرسة في التعليم فني طب هي ليه التعليم الفني ما يقومش بالسيانة المدارس وهي تابعة الوزارة وهي تابعة الوزارة ويبعدوا عن هنا احنا اصلا اللوت بتاع اللي احنا نعمل سيانة للمدارس هي كده مدير المدرسة هو المسؤول انه يعمل الصيانة ويجيب الناس ايوة ما هو كان بيجيلي كده كنت بدور طبعا لا معايا لجنة الصيانة في المدرسة بس معايا لجنة الصيانة من مين من المدرسين المدرسين ايوة مش هو اللي هعملو بأيديكم انا فاهم يعني بقى شكل لجنة اه لجنة عشان تعتمد في الاخر وتوافق وتقول دور ارحص عشان تمجي على الورق تجيب عبدو حكشة ولا شركة محمد الزباين تمجي على الورق وعشان نحن نعمل بها الصيانة تب انت اللي تحملني حاجة ذلك تكتب تجمعي تبرعات من مدرسين حاليا دلوقتي قدر اقولك اه انا كنت باخد كنا متفيل مع بعض متلموا من بعض كان بود ايوة كنا بناخد عشان مدرسة تنفع تشتغل علشان اوفر عامل انا عدت خمس سنين في مدرسة بدون عامل بدون عامل انا كنت مسكسين عهد في المدرسة ده الحد السنة اللي فاتت حضرتك خرجتي واحد وعشرين لان خرجت 20 عشرين في النص الاولان من ال 20 شهر 2 دمع عدت خمس سنين انا شايلة العهد بتاعت المدرسة ايه يعني انا مسئول العهد وكنت وبعت الادارة التعليمية معنديش عامل ياخد العهد بتاعت المدرسة اللي هي دكك وكرا يعني العجز مش في المدرسين بس حتى في العاملين مكنش عندي عامل خمس سنين مكنش عندي عامل في المدرسة خمس سنين كنت بلاخد من المدرسين مئة مئة وخمسين جنيه في الشهر مع العدد المدرسين اللي عندنا اوفر عامل ياخدل خمس سنين شتمين جنيه اوفر مقاشة تاريه واوفر عدوات نظافة عشان نستقل بالمدرسة ما شاء الله وزعلنين من المدرسين ومشغولين او بملابسهم الداخلية اهم هم شمرين بيشتغلوا ايوة احنا كنا بنعمل بقدان بس مش هصور نفسي احنا كنا بنعمل بقدان وكانوا بيشمروا الجلاليب برضو لا سدان احنا شوف حداتك يعني ايه الواقع يعني الحالة على الواقع مختلفة تماما على تصوير المدرسة على الفيسبوك على الصفحات اللي هي معمولة على اللقاءات الرسمية والزيارات الرسمية والمتابعات الرسمية ايوة طيب خلينا اتنقل المحل